اختتمت أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية بالزعفرانة التابعة لإدارة رأس غارب الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي استمرت على مدار يومين وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي أن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 209 حالات بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين حيث تم إجراء عدد 57 فحصا معمليا وإجراء عدد 19 أشعة وصنار كما تم إجراء عدد 36 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وأيضا تم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر اشتركوا في القناة